بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسنا بعنوان الله ليس جسما الله سبحانه وتعالى ليس جسما نبدأ في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تنزه عن صفات المخلوقات من روح وجسد ووالد وولد والحمد لله الذي عصم مذهب أهل السنة والجماعة عن الزيغ والضلال والانحراف المعتقد وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الذي تعالى عن وجوه التشبيه ولوازم التجسيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الرشد وصحابته الطاهرين وآله الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد قال المؤلف هنا حفظه الله فإن وصف البارئ سبحانه وتعالى شيئا من أوصاف الأجسام خروجا عن ملة الإسلام ولا يكفي أن تقول أستغفر الله يجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا أخواني الكرام مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الطيبون وآل بيته الطاهرون ومستنكف عند العقلاء وأصحاب الفطرة السليمة لأن العقول السليمة تقضي أن الخالق لا يشبه المخلوق في أي صفة من الصفات فلما خاض قوم في المتشابه خوضا مذموما ووصف البارئ بصفات الأسام وخواصها قام أهل السنة والجماعة بدفع البدع ونقض التشبيه وسلكوا هذه النصوص مسلكا أرادوا به إثبات الحق ونفي الجسمية وبيّنوا خطر ما يوصل إليه الخوض في المتشابه من التحريف والفتنة ممن لم يكن على عقيدة راسخة وأقاموا الأدلة النقرية والعقرية التي تؤيد تنزيه الخالق سبحانه عن الجسمية لأن من عبد جسما كان عبدا لغير الله تعالى والعياذ بالله غير عارف بربه كما صرح بذلك إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وسوف يأتي دليله في هذا الكتاب ثم إن وهم بعض أهل الزيغ دفعهم إلى وصف الخالق سبحانه بأحكام المحسوسات من الأسام الأمر الذي أوقعهم في أسفل مدارك الجهل والضلال ومعلوم أخواني الكرام أن النقل والعقل قطعا بتنزيه الله عز وجل عن اليس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن الكريم آيات بينات تدل على تنزيه الله عز وجل عن الجسمية منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سيورة الإخلاص وقوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميع وقوله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره فلا يوصف ربنا عز وجل بصفات المخلوقين من الجسم والحركة والسكون والهيئة والصورة والتغيير والتطوير والتحول والتحيش في الأماكن والسكنة فوق العرش أو في السماء أو في غير ذلك كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك وإن الله صلى الله عليه وسلم ليس يسكن في السماء لأن السماء هي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أي أن الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخلق المكان وهو الآن على ما كان عليه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي هو من السلف الصالح في كتاب به العقيدة الطحاوية التي ذكر في مقدمتها أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر الممتدعات والتحاوي رضي الله عنه من رؤوس السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وقال المفسر اللغوي أبو حيان الأندروبيسي في تفسيره ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا من التنزيه تعالى عن الولد والصاحبة وجميع ما تنسبه الكفرة إليه مما لا يلق به تعالى كالتشبيه والانتقال وظهوره تعالى في صورة يعني تأمل معي كيف أكد أبو حيان الأندروبيسي أن التشبيه هو من صفات الكفرة وقال عز وجل تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا لله الشبيه والمثيل فإن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل له فلا ذاته يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال المجتهد المفسر الله في تفسيره فلا شيء أقرب إليه فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال تعالى وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي هذا نفي للقرب الحسي الذي تقول به بعض المجسمة وأما القرب المعنوي فإنه لا ينفيه وهذا دليل على تنزيه الله عن المكان والجهة يعني قال الله تعالى فكرة العزيز وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ لم يعطي الله تعالى جهة معينة فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ يعني أي قبلة الله قال مفسر الله وحيان الأندلسي ما نصه في قول تعالى فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ رَدًّا عَلَى مَنْ يَقُولُ أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي حَيِّزٍ أَوْ جِهَةٍ لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات دل لعنى أنه ليس في جهة ولا حيز ولو كان في حيز لكان استقباله وتوجه إليه أحق من جميع الأماكن فحيث لم يخصص مكانا علمنا أنه لا في جهة ولا في حيز بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه فأي جهة توجهنا إليه ففيها على وجه الخضوع كنا معظمين لكم ومتثلين لأوامره إن شاء الله نكمل معكم في الحلقة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين والحمد لله رب العالمين